بعد عشرين عاما على غزو العراق واحتلال بغداد لا يزال العراقيون يواجهون آثار الاحتلال الأمريكي والتداعياته مع فيض من مشاعر خيبة أمل من الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 جراء فشلها سياسيا وأمنيا واقتصاديا يوم عصيبه مرير لاستذكار مرور عشرين عام على الاحتلال الأمريكي الغاشم لبلدنا وبالتالي جرى ما جرى على العراق من ويلات ومصائب ومصاعب مررنا بها خلال هذه الحقبة المظلمة جو الغزو الأمريكي دخلوا ذول جماعتهم دخلوا لك المافيا دخلوا لك الحبوب باعوا الأراضي باعوا العراق كلية انفجارات دخلوا لك شدخلوا جابوا هنا غير الخراب والدمار والفساد أي شيء إنجاز هنا حسنا 23 سنة ماكو هي شهادات لمواطنين عراقيين عاشوا عشرين عاما كانت مليئة بأهزمات أدت إلى انتشار الفقر والبطالة في المجتمع فضلا عن تغول الأحزاب والميليشيات في مفاصل الدولة وثرائها الفاحش من المال العام وتسليمها البلاد لإيران تاريخنا هذا هو يحسي خلوا يرجعون على التاريخ ويعرفون هما نفسهم التاريخ ألا هما صدق سياسيين شلو اللي حصلنا حكومة كلها فاشلة شرده سولي على حكام الفشل أهل الدجل وأهل النفاق شرده سولي في فدوة قل لي يا عراق شرده سولي في فعل بطالة خمس ملايين ترسوا وجوه الشوارع شرده سولي في فعل أرامي ثلاث ملايين أرملة عشرون عاما ولم يتحقق أي شيء من عود للزهار والديمقراطية المزعومة ليستمر مسار الخيبات والضياع بعد أن بات العراق اليوم بلدا محطما وفاشلا يفتقر لأبسط مقومات الدولة حيث يدار من قبل الميليشيات وبقرار وأجندات إقليمية ودولية